بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة الموداء النهاردة يوم من أيام مصر يوم بنهني فيه إخواتنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد هو يوم من أيام الترابط والفرحة للمصريين كلهم كل سنة إخوانا المسيحيين في مسارات وفي بركات وفي نور وشعب مصر كله في الفرح وفي الهنى ويا رب ديم علينا على الدوام فرحتنا ببعض وكمان نفضل في وقام وفي سلام وفي نعمة وفي فضلك يا رب العالمين النهاردة يوم الحد ولما بنتكلم بنتكلم في اليوم ده وإحنا بنتفقد بيوتنا بنبص كده على بيوتنا بتركيش شوية لأن بيوتنا محتاجة اهتمام زي ما بيقولوا الوقت اللي فات ده حاجة والوقت اللي جاي حاجة تاني وإحنا بقالنا شوية مركزين في قضايا نوعية بتتعلق بالبيوت صحيح ممكن بعض الناس يقولوا إحنا مش من الناس دي بس في ناس كتيرة شريحة كبيرة جدا 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 عتكون في الكلام اللي عنتكلم عنه النهاردة إحنا بالذات وبالتحديد بنتكلم عن حالة بتحصل لما الناس يبتدوا يقربوا من سن الأربعين ويتجاوزوا سن الأربعين الأزواج لما بيحكونوا في الوقت ده بيمروا بحاجة اصطلحوا على تسميتها وساعات ما بحبش أنا التسمية دي اصطلحوا على تسميتها أن هي أزمة منتصف العم في حالات بتجنة كتير بنلاقي فيها الزوج تغير على المستوى الأخلاقي أصبح عصبي أصبح شوية من ناحية الأخلاقية والقيامية مش قد كده أصبح بيتلكك على كل حاجة حتى تربية الأولاد وشكلها وحياتهم وشكل العيشة وترتيب الأساس ومش طيق دبان وشه وبالمناسبة مش لازم يعني يكون شايف له شوفه لكن بيحصل كده وكأنه مش الشخص اللي تجوزته وساعات الزوجة بقى بتقول له كنت فاكرة إن المسألة دي بتحصل لما يحصل إيه لما يحصل مشكلة لكن ده إيه أو إيه اللي حاصل فعشان كده الزوجة بتقول كنت فاكرة إن المسألة دي بتحصل في بداية الجواز لما الناس بتعرف بعضها لكن أنا ما حصلش معايا ده لكن إيه اللي حاصل يحصل تغيير وتغير كمان في كل شيء هذا التغيير في الأشياء بيتغير في كل حاجة بيبقى نور وشه حتى تغير انطفى هي بتقول أنا كنت باستمد منه العلاقة بينه وبين ربنا مش بقول إنه هو أحسن واحد في العبادة لكن كنت حسى إنه فيه نور فيه نور في وشه الطفة أنا خايفة هي بتقول كده أنا خايفة على مستقبل الأسر وعلى علاقة بربنا وخايفة من الفتنة كل الكلام ده بيوضح إن فيه أزمة اسمها أنزمة منتصف العمر وده مش بس مرحلة المراهقة المتأخرة زي ما بيقوله الناس لا مش لازم يكون مرحلة المراهقة المتأخرة مش لازم الراجل يراهق ولا ست تراهق يعني وأنا بصراحة أنا متحفز شويتين ثلاثة أنا بقولي الكلام اللي بيقوله الناس لكن أنا متحفز على إنه إحنا نستخدم مفهوم المراهقة لأن المراهقة دي مرحلة عمرية مش لازم تبقى وصمة يعني لكن مرحلة إن الإنسان يفقد رشده ودي مش على فكرة مش أخطر مراحل في حياتنا الزوجية إن إحنا نمر بمرحلة منتصف العمر ويظهر لنا ده لما نعرف إن وفقا لإحصائيات المؤسسات ومراكز الاستطلاع العالمية زي من الصمت الصحة العالمية وجدوا إن من كل خمستاشر لعشرين في المية من حالات الطلاق بيكون سبب مرور أحد الشاركين أو الاتنين بما نسميه إحنا بأزمة منتصف العمر فالحكاية ما هي السهلة وإن خمسة وعشرين في المية من الأزواك في المرحلة العمرية دي بيفكروا في الطلاق يبقى من خمستاشر إلى عشرين تسبب المرور بالأزمة دي في طلاقه وخمسة وعشرين في المية بيفكروا في الطلاق وإحنا عندنا مرحلتين مهمين جدا في حالة الزوجية السنة الأولى للجواز مرحلتين مهمين يعني مرحلتين اسمحوني مرحلتين فيهم خطورة عالية إيه اللي حاصل السنة أولى جواز أو السنوات الأولى من الجواز والحياة الثانية مرحلة منتصف العمر وإذلك بقت فيه أبحاث خاصة عندنا في الإرشاد الزواجي عن الحالتين دول طيب أنا بقول كده ليه لأن الأزواج والزوجات لازم ينتبهوا للي أنا بقوله ده فيه الزوجة تقول وإيه اللي حصل إيه اللي حصل لأن فيه تغيرات عندهم تغيرات في المرحلة دي فالزوجة بتقترب من سن انقطاع الدورة مثلا وحصل تغيرات في جسمها في بشرتها وفي شكلها وفي حيويتها وبتقرب من سن مقلق للمرأة لازم نعترف ده على فكرة ده حاجة ما تعبش المرأة هي بتقلق بتقلق ليه؟ لأن جسمها وشكلها جزء من فاهمها لفاهمها لمعنى الأنسة وبتلاقي زوجها مش بيهتم بيها زي زمان ولا بيهتم ما بيهتمش بقى لا بيهتم بشغلها ولا بيهتم بعلاقتهم بيهتم هو بشغله وبعلاقاته على حسابها وهي عندها إحساس بيزيد بأنه ما بقاش مهتم والحاجة الدنيا إن أولادها كبروا فما بققوش محتاجين لنفس الرعاية اللي كانوا محتاجينها قبل كده فالأولاد كبروا وما بققوش محتاجين الرعاية المباشرة لها ففقدت وظيفة الأمومة المباشرة وفي نفس الوقت بيحصل حاجة غريبة قوي بيكون الزوك استقر اجتماعيا وماديا وذكوريا يعني نضج بقى وابتدى يتقلق بمعنى إن الراجل في السن ده بيكون في أحلى حالته وأشدها جاذبية للجنس الآخر لدرجة إن فيه بنات فيه بنات من البنات الصغيرة تحب تتجاوز الرجالة اللي في السن ده وساعات تحب تتجاوز الرجالة اللي عندهم شعراء أبيض فده بيمثل تهديد للمرأة اللي في السن الأربعين اللي في نفس السنه لإن الراجل بيكون ناضج وراسه مليانة بريق ولمعان وحسين كده وبيهتم بنفسه ومنصبه تقدم وبقى عنده شوية فلوس ومكانته الاجتماعية بتديله بريق أكتر في حين إن الشباب ما يكونش عندهم نفس البريق ده لا البريق الاجتماعي ولا البريق الخاص بالهندام مش موجود ولو كان الزوج شخص عصامي كافح عشان يوصل لكده فهو عايز مكافأة يبقى محتاج مكافأة بيقول لي نفسه كده أنا اتحرمت كتير أنا اتحرمت كتير في حياتي وعملت واشتغلت شغلانات كتيرة وشئيت وتعبت وعملت كل حاجة لبيتي وأولادي وعاوز ألحق آخر محطة في القطر أنا بقول لي بيتقال وبوصف الحالة اللي عند الناس وبالذات لو جاء لو جاء للعلاقة الخاصة وزوجته قلت له احنا كبرنا على الكلام ده بقى بتكون دي مشكلة تانية كمان لأنه شايف نفسه مزان في العنفوان وأكتر وقت ممكن الراجل يسمع نفسه الأمارة بالسوق هو الوقت ده لأنها بتقول له انت تملكه قادر وتستطيعه وتستطيع أن انت تهند لأمورك وتختار ويبتدي تدور على شيء مختلف عن مراته اللي ما بقتش عجباه ويظهر الشيء المختلف زي زملته في الشغل مثلا أو واحدة قريبته أو معرفة قديمة أو ينجذب لحد فيشعر أنه هو مازال مرغوب في حد ينجذب له أو حد دخل تحت حمايته فهو قدم له الأمان وقدم له الاحتواء فيحس أنه هو مازال عنده دور عند بعض النساء وساعات ممكن يقع فريسة لصيادة وهي برضو ممكن تقع فريسة لصيادة أو بمعنى صح بيكون ده بالتراضي وهنا يدخل في مرحلة النزوة والستة بتعرف بسهولة الأمر ده لأنها أكثر معرفة بتفاصيل الزوج وإيه اللي يحصل وينتقل الزوج من مرحلة النزوة من مرحلة الإدمان ويبقى عنده إنكار وهنا نفهم حديث الرسول للسلام أنا ثالث الشركين انبرة وصدقة يعني إيه إن اتنين اللي في حاجة لازم يكون العنصر الأساسي في حياتهم هو الصدق والبر وكأن الصدق هو اللي بيخلي العلاقة موسوق فيها ولم ينزع بتروح البركة طب ده في للحاجات المالية فما بقى لكم بالحاجات الإنسانية اللي هي مبنية على القيم فلو راح منها الصدق اللي هو القيمة الركيزة في كل العلاقات أكيد العلاقة تفسد ويحصل عند الزوج متوالية أخلاقية وتنحدر أخلاقه طريقة اللبس والخروج لأماكن غير جيدة ويمارس ممارسات في بعض الأحيين ما بتكونش أخلاقية سواء بشكل ألكتروني أو بشكل مباشر وتحصل بعدها لحظة الانكشاف إن زوجته تعرف أو أولاده أو حد من معرفهم يعرفوا إنه هو بدأ يبقى له علاقات فلما حد يعرف يبقى يحصل اللحظة دي اللي هي زي بالضبط زي لحظة التنوير في القصة كده زي اللحظة اللي بيكون فيها القصة بتظهر بقى ويحصل بعدها لحظة الانكشاف إن زوجته تعرف أو أولاده أو حد من أهله فإيه يحصل وينقسم هنا الناس قسمين قسم يفوق ويقول إيه اللي وصلني كده الرجالة بقى بيحصل لهم مصارين وراجل يفوق يقول أنا إيه اللي وصلني لده ويبدأ رحلة التعافي من إدمان هذه العلاقات لكن ده للأسف نسبة قليلة أنت بتقول الكلام ده جابت جاي من كلام ده منين جابت كلام ده من من الغرفة الساخنة من غرف مركز الإرشاد الزواجي والنسبة الأكبر بتكمل مراوغة ثم إيه اللي حاصل وساعات بتكمل مراوغة وساعات بتتغير بقى لما يتقدم السن خالص فيه ثلاث حاجات بتعرفنا إذا كان التغير في الاتجاه المناسب أو لا يعني إيه الاتجاه المناسب يعني الشخص ده لما يجيله لما يمر بمنتصف العمر ده هيكله التغير ده فيستثمره أنه يبقى إنسان أكثر رشداً وأكثر حنيةً على أهله وأكثر معرفةً لأهله ولا هينحرف ومسألة دي عتكون سبب من أسباب إنه هو يمارس ممارسة عتعود بالضر عليه وعلى أسرته كلها أول حاجة أول حاجة بتعرفنا إنه أنه مساره هو يمشي فيه إنك لما تغير حياتك تكون أكثر سهولة وسعادة في أسرتك وشغلك وأكثر ثباتاً في علاقاتك يعني لما يحصل لك التغير ده بتع منتصف العمر تحس إن حياتك بقت سهلة أسرتك بقت أقرب أسرتك علاقتك بقت ألطف علاقتك بقت أمتن الحياة الثانية إن التغيير يكون بتغيير مرتبط بتغيير إيماني تبتدأ إيه اللي حاصل أنا كانت ده يومة الشغل وقتاني أنا دلوقتي أركز مع ربنا هايز داد ذكري هايز داد قلبي إيماناً هايز داد قلبي يقيناً هايز داد رسوخاً في المعاملة مع الله فيحصل التغير الإيماني ده إن الله لا يغيره ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسه ساعتها التغيير الإيماني ده اللي بيحصل ده يخلي الإنسان يوصل إلى درجة سبات مع الله الحاجة الثالثة بقى الحاجة الثالثة اللي إحنا بيكون وإنه ساعتها بيبقى ضميره بيحس إن ضميره خلاص مستريح وإنه هو مع الله ويحس إنه هو في حالة سيري مع الله سبحانه وتعالى ويحس إنه هو ابتدى علاقة جديدة مع الله الحاجة الثالثة اللي بتخلينا نلاحظ ده إنه لازم تشوف التغيير ده وفقه يعني ومطبقته بحلمك اللي بتحلم بيه هل كان حلمك إنك تكون في نزوة ولا كان حلمك إنه أنت تتقدم في حياتك العملية وتوصل إله إنه أنت تحقق الخير ليك والأولادك وهنا بيستخدم الشخص ده إذا مشي في الاتجاه الآخر خلاص هو طبق الثلاثة حاجات اللي إحنا قلناها عليه وجد نمشي نفسه ماشي في إيه في الطريق الذي فيه إنه الأزمة دي تحولت إلى أزمة وكل الأثار السلبية هتحصل يبتدي يمشي هو في طريق التبرير عشان يبرر لنفسه ونزواته فيقول أصل زوجتي هي السبب أنا ما عملتش حاجة زوجتي هي المؤسرة ومش مهتمة بيه ومهتمة بالأولاد ومشغولة بوالدتها المريضة وما بقتش صحتها كويسة وهيبرر لنفسه استمرار للنزوة والإدمان فلو مش في السكة دي مش هيتعافى لكن اللي هيفوق في لحظة الانكشاف هيلاقي نفسه هيخسر حاجات كتير يبتدي عينه تبصه لقدام هيخسر حاجات كتير قوي هيخسر زوجته الأصيلة اللي عاشت معاه على الحلوة والمر هيخسر زوجته اللي هي أصعيح محافظة على عرضه وعلى أولاده هيخسر أولاده هيخسر بيته هيخسر سمعته هيخسر دينه حضرت النبي كان بيقول لا تكن عونا للشيطان على أخيك ومن كان عنده فضل ظالم فليعود على من لا ظهر له فإن لي يحصل فإحنا بيقول له ده كله في الكلام على الناس فما تكونش مساعد الشيطان على نفسك ولو كان عندك أيام وليالي ممكن تاخد منها السبات يلا هم لما نرجع للزوجة بقى نقول لها ساعد جوزك وكوني عاونة له وما تسيبهوش فمنقول للزوجة اوعي توصلي زوجك للاستبياع إزاي توصلي زوجك للاستبياع توقفي عن الاستمرار في الشك لأن هو لو بيمرح محارد وانتصف العمر وبيجاهد وبيقوم وانت بتديتي تستمر في الشك هو هيحصل له ايه هيحصل له اذا كنت انا مشكوك فيه وانا ما بعملش حاجة خلاص بقى فالاستمرار في الشك فيه وعدم تصديقه وتقنيبه المستمر ده لو استمر هيوصل له الاستبياع فلو ما قدرتي لو ما قدرتيش تصدقيه ارجعي خطوة الورا ويسيبيه يقف الوقفة دي مع نفسه من القواعد المهمة بقى هنا انه نعرف ان فيه توبة منيق عن الخيانة وده لازم شريك حياته يساعده انه ما يبقاش موصوب من الخيانة انه هو لو تاب ورجع تعينه على التوبة وهو واجب عليه انه هو يثبت صدقه يثبت صدقه وتوبته لزوجته واول حاجة انه يتوقف عن الزنب ويندم عنه يندم انه هو عمل كده في اولاده ولازم الزوجة تعرف ان اللي اتكسر بيتصلح مش بس بتصلح بيجي حاجة تانية غيره ودي مش اخر الحاجة في الحياة ودي مش نهاية المطاف وعشان كده احنا عندنا مسلس اسمه مسلس التعافي من الخيانة لانه بتكتر في الازمة دي فنعمل ايه بقى المسلس ده عشان نتشرح لازم نرسمه ونجيبه مرسوم مرة تانية لكن خلينا نقول اجراءات لطيفة ممكن نعملها عشان نتجاوز لو ان حصل اي مخالفات اخلاقية ولا حصلت خيانة في الفترة دي اول حاجة الزوج يعترف بالزنب وتوقف ويندم تاني حاجة قعدت مصرحة مرة واحدة ما بين الزوجين لمدة ساعة وبعدها ما يفتحوش الموضوع ده تاني عشان ما يفتحوش الجرح تاني بس الزوجة هيسمع كل الاسئلة ويجاوب عليها تلاتة لابد ان تمتنع الزوجة عن التفتيش ورا زوجة هتقول ما خلاص فقدت الثقة فيه لا هنعمل كده ونحاول نبتعد عن ده رابع حاجة جبر الخاطر لازم الطرف المخدور بيه الطرف الغادر يجبر خطره يجبر خطره اول حاجة يجبر خطره بيه انه يسيبه يتكلم وينفس عنه ويعمل كل ما بداله عشان ده جزء مهم جدا جدا من التعافي خامس حاجة نكتر من افعال الحلوة الافعال اللي بتدخل تحت قانون الازاحة ان الحسنات يزهبن السيئات يزيح سيئات اللي هو اعملها دي بهذا القانون حضرت النبي كان اذا صلى العشاء يدخل منزله فإن اللي حاصل فيسمر مع اهله قليلا يتكلم معهم قبل ما ينام يؤنسهم بذلك والعلماء بيقولوا وفقا للاستطلاعات اللي عملوها ان الازواج الاكثر تواصلا مع بعضهم ايه اللي حاصل بيتجنبوا خطر انفصالهم بسبب ازمة منتصف العمر بيقل بنسبة 87% سادس حاجة لازم يعملها المصارحة بالاحتياجات اللي الطرف الاخر المخطئ محتاجها وعلى الطرف اللي حصل الخطأ في حقه ان هو يعملها ويتحلى بالصبر وبالرضى لانه مش ضروري الشخص بقى اللي حصل انه وقع منه الخطأ ده مش لازم لازم يفهم فلسفة مش كل احتياجاته لازم تتحقق وما يحسش بالجوع لان الاحتياجات ربنا خلقها مش عشان نشبعها عشان ندرها وتتحول الى محرك لنا في الحياة وده كله لابد انه يكون شريك الحياة معاه ومش لازم شريك الحياة يلبي كل احتياجاتي فالصبر على المشاكل ومحاولة حلها والتغاضي عن اخطاء الطرف الاخر والرضى بما يستطيعه الطرف الاخر جزء مهم جدا جدا من الحل رقم سبعة وده مهم جدا اصلاح العلاقة اصلاح العلاقة بايه؟ بالاولاد عشان نستعيد الذات الوالدية والسيادات الزوجية عشان نقرب من بعض ونعيش الحياة اللي عمدنا بمدد عاطفي تاني لان في وقت النزوات بتتراجع مسؤولات الزوجية وبيتراجع الشعور بالابوة مع النزوة بيتراجع لشك محدش يقول لا ده انا حبيت اولادي في النزوة اكتر لا 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 تامن حاجة لازم يحصل تغيير البرنامج اليومي الشخص اللي خان والشخص اللي غادر لازم يغير برنامجه اليومي ويبقى النصيب الكبير في هذا البرنامج للزوجة وللأولاد تاسع حاجة انه لازم يصلح حلقته بربنا وإن اللي حصل ويبعد عن كل اسباب النزوة ويعبد ربنا سبحانه وتعالى في الاوقات اللي كان بيعمل فيها النزوات عشان يزيح ده كله وتتجدد زاكرته ويتجدد قلبه وساعتها هيدخل في قولي تعالى إلا من قطى الله بقلب سليل هنعيد عليكم الإجراءات دي لأن الإجراءات دي في غاية غاية الأهمية ياريت لو معاكم وراء وقالهم تكتبوها وبسرعة أول حاجة نعترف بالزنب ونتوقف عنه ونندم تاني حاجة نعود قعدة مصرحة مصرحة لمرة واحدة ما نكررهاش تاني تالت حاجة لابد تمتنع الزوجة عن التفتيش وراء زوجها رابع حاجة الزوج يجبر خاطر زوجته اللي غدر بيها خامس حاجة نكتر من أفعال الحلوة والحسن عشان قانون الإزاح ويزيح الحاجات دي وقلنا أن التواصل الحسن 87% بيقدروا يتجاوزوا ده سادس حاجة المصرحة بالاحتياجات الطرف الأخطأ يصرح باحتياجاته ويقول أنه هو يصبر ومش لازم كل احتياجاته تلب سابع حاجة إصلاح العلاقة بالأولاد عشان يستعيد حالة الأسرة والأسرة تتجدد تامن حاجة يغير برنامج اليومي الي قام بالخيانة وبالغد تاسع حاجة يصلح حلقته بربنا عشان يكون عنده مدد يكون عنده سند يا رب اجعلنا نتجاوز بمددك وببركتك وبنورك كل مشاكلنا وكل أزمات حياتنا وجعلنا يا رب في سعد وفي أمن يا رب حصن قلوبنا من أي غدر من أنفسنا الأمر بالسوق وجعلنا يا رب متمسكين بمددك ومتمسكين بفضلك فأنت الكريم وأنت الودود وأنت الرحيم فاجعلنا يا ربنا من أهل الجود وافض علينا يا ربنا من رضاك ومن عونك ومددك ما تحصن بي قلوبنا يا ربنا من كل غدر من غدر نفس الأمر بالسوق بعد الفاصل يا سادة نرجع لحضراتكم ونتلقى أسئلتكم من مباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك وصفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتلقى عليها أسئلتكم من باركة ومن خصصها وقاتة عشان نجاوب عليها قبل ما ننتلقى أسئلتكم مباشرة عايز أقول لكم حاجة أي حد عايز يتجاوز ويطبق المفاهيم السابعة دولة المفاهيم التسعة اللي احنا قلناها والخطوات التسعة اللي احنا قلناها لازم يكون متحل بالإرادة والاستعداد والأمل لازم الطرفين ننشط فيهم التلات معاني دولة الإرادة والاستعداد والأمل وده هيكون فيه خير كتير واللي حصل ما كانش نهايات المطاف لا ربنا خير كتير وواسع وتعالوا نسمع أول سؤال من الأستاذ عطيات أستاذ عطيات مساء النور بسأل حضرتك أنا سمعت يعني حاجة بتقول إن إن احنا عايشين في الماضي بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا خلق الكون وكل حاجة وبعدين احنا بنعيش فيها بدليل إن سدنا النبي لما طلع الإساء والمعراض شاف الناس هي في الجنة وهي في النار فالحتة دي أنا عايزة أفهمها دي حقيقة يعني كده يعني كل حدا مكتوبا ما لازاي الدعاء بيغير القدر لا إحنا كده دخلنا حاضر حاضر عايزة أفهم الحتة دي لو سمعت حاضر يعني أنا دايما كنت تعرى كده وعاود أقول إيه طب لما ربنا يمكن كان ساب مثلا إدى فرصة للكفار إنهم يؤمنوا لا أجاوبك بقى في القرآن إن شاء الله يعني هم مش هيؤمنوا ولو راجعوا برضو مش هيؤمنوا يعني هو عالب طبعا هو أعلم العالمين يعني طيب أجاوب الحديقة وإستاذ عاطية أو إحنا إحنا محتاجين نفتح الملف ده نتكلم عن شوية حاجات يعني المفاهم اللي فيها مشكلات جتيرة جدا بمناسبة ربنا ما عندوش ماضي ليه ربنا ما عندوش ماضي ربنا اللي عنده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل ليه كده مولانا ده إحنا ما مش ربنا خلق القدر آه ربنا خلق القدر وما عندوش زمن آه بس أنا مش قادر آه إنت ممكن تكون قادر تعرف منطقية اللي أنا بقوله لكن مش قادر تحوط بيه أيوة لأن احنا بنفكر بالزمن ليس معنى أن أنت مش قادر تحوط بالمعنى أن أنت مش فاهمه أنت فاهمه بس مش قادر تحوط ما حدش طلب منك الإحاط مش هتقدر تحوط لكن أنت مقتنع بأن ربنا ما ينفعش بقى عنده زمن لأن ربنا اللي خلق الزمن ربنا نعم اللي أنت بتشوفه ده أن ربنا كتب كل شيء نعم ربنا كتب كل شيء في علمه ولكنه لم يجعلنا نعلم هذه الأشياء فمحدش يجي يقول طب أنا لو ربنا كتب كل شيء يبقى أنا هتحاسب على إيه هتحاسب على اختياري إلا أنا ما أعرفش ربنا كتب ليه إيه ولذلك ما عند الله في سقف في حاجز بيني وبينه ما عند الله وما أختاره في حاجز بينه وبين اختياري أنا مش هتوقف على ما كتبه الله ليه لأن في الحقيقة أنا لا أعلم ما عند الله فيه سقف اسم الغيب فالغيب دي منعني من أن أنا أعرف ما عند الله وهنا يأتي الاختبار أن أختار وأنا أريد أن أرضي الله سبحانه وتعالى وربنا كتب بعت لنا الرسالة وبعت لنا المنهج وبعت لنا المعلم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم عشان يساعدنا في الاختيار ده يبقى عندنا مراضي الله وعندنا اختيارنا وعندنا الرسالة والمعلم يلا اختار وقتتحاسب على اختيارك هل كان وفق المنهج وفق وفق تعليم المعلم صلى الله عليه وسلم ولا لا كل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فدي مسألة الاختيار أما مسألة بقى أن ربنا يديهم فرصة ولا يديهمش فرصة أنا شايف ده جاي من حتة سيئة قوي هي فكرة هو أنا مصير ولا مخير هو الناس دولة هم عندهم فرصة على فكرة الكافره قدام وهو يتوب دلوقتي اهو عنده فرصة يروح يؤمن دلوقتي يروح يستغفر دلوقتي ما ينفعش أروح أقول لصاحب الصنعة أو صاحب الشيء ما انت ليه استرددت الشيء ده وما سبتهوش لواحد ضيع المال وضيع وبهدل كل شيء وأفسد ولم يصلح فاجأقول لصاحب الشيء لما استرده عشان هو خلاص خد فرصته كاملة لأنه هو لطيف رحيم خبير اجأقول له انت مددلوش فرصة تاني ليه طب هو ليه ما اتبعش المنهج وما اتبعش المعلم ليه اللهم بيقول لنا احنا ان احنا ما عملناش ما يتفق مع المنهج لكن لا يمكن يولام الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير هو اداله كل الفرص لدرجة ان هو اتى بحبيبه صلى الله عليه وسلم واتى بكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء واتى بتعليم كامل ورحمة للعالمين اذا الله سبحانه وتعالى عدل ولكن العباد يظلمون وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون يبقى الحل ان ربنا لطيف رحيم بكل الخلق حتى الكفار وإلا لو كانش رحيم بيهم كان أعطاهم الزكاء والعقل ليه وأعطاهم الرزق ليه عشان يستدلوا بيه عليه فهم ما استلدلوش من الظالم اللي خد الصنعة وإيه اللي حاصل واختصبها من صاحبها وحاول يعبث بيها ده مجرم مفروض يستحق العقوبة ولكن ربنا صبر عليه اللي خايد ما خد وقته كله وبعد كده جاي يقول هو ليه ما رحمنيش أنت ليه ما رحمتش نفسك هو رحمك وأعطاك كل ما تحتاجه لكي تعيش في السعادة وإنت اللي اخترت التعاسي ده اختيارك نسمع بقى الأستاذ علاء أستاذ علاء من الغربية على السلام عليكم معلش ما أرجو ما كنتش طولنا عليك بس احنا بباسع الموضوع ده ايه طولت يا شيخ ولا يهمك يا حبيبي أستاذن حضرتك في سؤالين اتفضل يا سيد علاء السؤال الأولاني سمعت الشيخ في السعودية بيقول إن الواحد لو مسافر عمرة يبقى السفرة دي أو المشوار ده كله لشخص واحد ما ينفعش إنه نعمل عمرة لحد متوفي إلا إذا كان السفرة تاني السؤال التاني كنت يعمل عقلك الأولادي والجري أو الخروف جري وما إنه هو شيء فهل علي أننا جيب واحد بدال والحمد لله احنا مسكناه بس بس السؤال للعالم يعني هل علي أننا جيب بديل السؤال السؤال في تفصيلة في السؤال بس أنت لما جيبت الخروف ده قلت إيه أنت كنت جايبه بس للأضحية وبس العقيقة كنت جايبه العقيقة وبس بس ما قلتش لله علي أن أنا أتبح حقيقة ما قلتش كده لا أنا قلت بالله علي أن أتبح حقيقة لندينية آه يعني أنت قلت والHmm ما قلتش لفظا ولكن دينية ما حلّاば القلب معلش حبيبي أنت قلت إيه سيد علي اسمعني بس اسمعني يا سيد علي أنت قلت لله علي نعتبر أن ده الخروف قلت لله علي أن أنا أتبح الخروف ده في العقيقة قلت كده آه تمام قلت كده أيو electricity قلت كده ولا مقلتش قلت لفظا ولا نية نويت إن أنت تتبح الخروف ده في العقيقة تمام طيب خلاص أجاوبك يا سيد علاء وإحنا في ريف وجيري ومعرفناش نمسكه وإن الحمد لله جي بعدها بيومين والحمد لله قمنا بالعقيقة ولكن أنا بسأل دلوقتي هل لو ما أجاوبك يا سيد علاء أجاوبك يا حاطر طيب سيد علاء لأ يجوز إن أنت تعمل عدد من الأمرات في نفس السفرة لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي قال له لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة بس عشان الحج ما ينفعش غير حج واحد في العمرة دي حج واحد بس في السنة لأنه هو في وقت محدد لكن العمرة غير محددة بوقت إحنا لازم لما نحج نحج إيه يبقى لازم فيه يوم عرفة وده ركن من أركان الوقوف عرفة ركن من أركان الحج عشان كده بيبقى الحج مرة واحدة لكن العمرة ليس لها وقت محدد ولذلك إلا حصل فيجوز إنه هو يلبي عن نفسي فيعمل عمرة عن نفسه ثم يعمل عمرة عن آخرين فيجوز إنه هو يعمل كده وليست فيه إشكال وما يتعدش العمرة دي عمرة بطلة بالعمرة صحيح يجوز إنه هو يلبي عن نفسه ثم يفعل عمر عن غيره من الناس عمر ومش عمرة واحدة بس فده جائز ويجوز إنه هو يعمل كده السؤال الثاني حضرتك بدل قلت لله علي أن أزبح هذا الخروف فخلاص أنت ده أصبح نزر فلازم تتبحه فأنت قلتلي إن أنت جبته ودبحته في العقيقة خلاص بدل دبحته في العقيقة أنت ليس عليك إسم طب الشخص بقى اللي هو فر منه الخروف وما قدرش فر منه وخلاص الخروف ده هات مش هيقدر يحصله عليه مثل كفارة اليمين ليه؟ لأنه خلاص عجز إنه هو يذبح هذه العين فيفك من هذا الأمر بكفارة يمين نعم أستاذ نوهة أستاذ نوهة أستاذ نوهة معنا طب أستاذ نوهة لو سمحت حاول تكلمين يا أستاذ نوهة السيدة مصطفى تتفضل حيب أسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي حضرتك أستاذ حضرتك طيب وحضرتك طيبة أقول لي حضرتك أنا كان معي حاجة دهب يعني بسيطة وابني بيخسل كلا وعملت من عشر سنين عمرة وحج فأقل ممكن أطلع عمرة تاني ولا أصرفهم على ابني لا يصرفهم على ابنك يا حاجة من مصطفى وهي أصلا معي بنتي برضو كنت بتسافر وكده أصبحت محتاجة معها بناتها تجاهز المريد 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 قبل تجهيز الجواز لأن المريد ده الحاجة بتاعته أكثر الحاحن من فكرة الجواز اللي بتجاوز إن شاء الله ربنا يوسع عليكم ويبارك لكم إن شاء الله ويوسع عليكم فأنتي لا إحنا لسه يعني أن أنت تدي الأموال لابنك ده أفضل من أنك أنت تروحي العمرة فتديله الأموال دي عشان تسعديه في مرضه ده أولى إن شاء الله ربنا إن شاء الله يكتب لك ويكتب لك السواب مضاعفة إن شاء الله أنا بقول لحضرتك أنا ساعد بتديله الفلوس على أساس إنه هو بيعوز تاني وأنا بيكون الفلوس خلصت فما تدهاله وأخدها بينه جزء وأرجع تدهاله تاني ولا حالة خالص مش دي فلوسك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه أنت بتديله اللي تستطيعي بيه لكن أنت بتقولي أن أنت ساعد بتديله الفلوس وهو ما يكونش راح عمل بيها غسلة الكلة أو أي حاجة وتتزني أنت بتاخد منه الفلوس وهو ما كانش دي السعافة وبعد والده عنده وديع بياخد الفوائد بتسعله بيها قصة العربية ما اسمهاش فوائد اسمها ريع واللي هو بيدهوله ده إن شاء الله يبقى في ميزان حسناته ومضاعف إن شاء الله حاجة مصطفى نعم نعم إذن حاجة مصطفى إحنا عندنا ما يسمى بأن العبادة المتعدية أفضل من العبادة اللازمة العبادة المتعدية لما رحضت النبي صلى الله عليه وسلم سألوا وأي الأعمال أحب فرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الأعمال التي هي أحب من جملة الأعمال اللي ذكرها أل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ولئن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف شهراً في مسجدي هذا يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن العبادة المتعدية أفضل من العبادة اللازمة العبادة اللي فيها نفعل الناس وفي نفس الحديث ده كان الصحابة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى الله فرسول الله في نفس الحديث قال أنفعهم للناس وسألوه أحبوا الأعمال عند الله قال سرون أن تدخلوا على مصل يبقى اللي أنت هتعملي ده ومن جملة هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حاجة مهمة جداً جداً إن أنت تعمل إيه؟ ترفع عنه كرباً أو تقضي عنه ديناً فإن شاء الله هذا فيه الخير كله إن شاء الله أستاذ جهاد من الإسكندرية تتفضل؟ أيها شيخ إزاي حضرتك؟ نعم وفضل كنت أستاذ الحضرتك بس إن عايزة كان عندي شقة أنا عايشة فيها طيب فحبت بس أكتبها لولادي على أساس أن عندي بنتي مطورة كتبت شقة دي بإسم أولادي فهل كده فيه وزر عليك؟ أم لا؟ خالص رسول الله عليه وسلم قال قال للصحابي أنتظر ورساتك أغنياء خير من أنتظرهم عالى يتكففون الناس اللي أنت عمل دي تصحيح وإن شاء الله ربنا يكتب لك السواب والمسوبة وبدل عملت الكلام ده عشان أولادك زي ما بيقولوا كده ما يتبهدلوش من بعدك ربنا يحفظهم لك مش أنك أنت أصدى أي حاجة تانية غير أن أنت فعلا تعملي كده ربنا إن شاء الله يكتب لك السواب الحسن بالعكس أنت تسابي على ده مش تبقي خايفة من العقاب نعم السيدة أمو يوسف تتفضل أمو يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي زي حضرتك تفضلت شيء فضل ونعم الحمد لله آه يبقى حضرتك بس تكريميني بأنك أنت توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو أكرمتين حضرتك بالوقت أنا أنا بصوم طب حضرتك عملت اللي أنا أقولتلك عليه واصل واصل حضرتك بتصومي سامعك تفضلي أيوة يعني أنا يعني عايزة أحطي مكياج في بيتي أو كحل أو كده فهل إن ده يبطل صيامي لا لا يبطل صيامي أنت حاجات دي ما بتتكلش ولا بتدخل إلى الجوف أيوة فخلاص الذي يفسد الصيام هو دخول شيء من الجوف لأن الصيام عندنا هو الإمساك عن عن المفترات والإمساك عن شهوة الفرج هو دوت هو دوت جوهر الصيام اللي هو الإمساك مع النية فخلاص اللي أنت عاملها ده اسمه صيام وليس فيه شيء بالعكس ده ممكن يكون تسابي على ده ممكن تسابي على ده ويضعف لك السواب لأن أنت بتعمل الكلام ده وأنت في عبادة فيكون إن الله جميل وأن يحب الجمال بالعكس ممكن تسابي على ده وربنا يجعله في ميزان حسناتك ويبقى دوت ليس من المفترات في الصيام نعم يا سيدة إحنا النهاردة تكلمنا عن ملف أنا بسميه ملف ملف واسع كتير أوي كيف نتعامل مع ملف الخيانات وخاصة في فترة زمنية صعبة ويفطت منتصف العمر منتصف العمر ده محتاج شغل كتير مننا ليه طيب لإني مش بس لإن إحنا في الغالب المهتمين بالمشاهدة معانا بيكونوا كتير قريبين من الزمن من السن ده لا لإني الإحساس بالتخلي في الوقت اللي إحنا فيه ده أو الإحساس بالتغيرات زود عند الناس وخاصة في السن ده الإحساس بإن حياتهم بقت أصعب الحياة الصعبة وممكن تخلي الناس تعمل حيات مش مناسبة أرجو من الناس اللي بيمروا بمرحلة وبأزمة منتصف العمر وقع منهم بعض الخروقات خلينا نسميها خروقات وقع منهم بعض الخروقات يرجعوا التسع حاجات اللي إحنا قلنا لهم عليها من أول الكلام عن الاعتذار والندم لغاية مروراً بإصلاح العلاقة لغاية ما نوصل لإصلاح العلاقة بينه وبين ربنا يا سيدة العمر مش هقول لكم العمر قصير لكن العمر أمانة مش هقول لكم العمر أمانة بس العمر فضل من ربنا ونعمة وما ينفعش النعمة نخليها نقمة منتصف العمر ليس عبئاً منتصف العمر ليس ضغطاً منتصف العمر ليس سكيناً على رقاب الناس منتصف العمر نعمة من ربنا فاستسمروها فإن أنتوا تكونوا أنضج وسعوا حياتكم وخلوا حياتكم أكتر إحساساً بنعمة ربنا عليكم وعلى أحبابكم وعلى أسرتكم منتصف العمر فرصة لتمتين العلاقة بالأسرة يا رب لهمنا التوفيق والسداد والرشد عشان نكون نضجين عشان نمر بمرحلة من أهم المراحل في حياتنا عشان نقدر نكون شاكرين لنعمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أكرمنا بالرشد في كل وقت وحي اشتركوا في القناة